في اليوم الثالث من تطبيق إجراءات العزل الصارمة التي فرضت في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد بدأت العاصمة الروسية موسكو شبه فارغة إلى من وجوده بعض السيارات وعدد قليل من المشات بشكل غير اعتيادي بالنسبة ليوم عمل عادي وبموجب قرار العزل الذاتي الذي وقعه عمدة المدينة لا يسمح لسكان موسكو بمغادرة منازلهم إلا لوقت محدد نحو أقرب متجر أو صيدلية أو الحصول على الرعاية الطبية اللازمة العاصمة موسكو سجلت حتى الآن 1880 حالة إصابة و16 حالة وفاة بفيروس كوفيد-19